بعد ثلاث أسابيع من السباق الرئاسي الذي شهد تنقلات لمختلف ولاية الوطن حتى المترشحون الثلاث رحالهم بالعاصمة من أجل طرح برامجهم وشعارتهم حسب اتجاه كل مترشح حيث كانت انطلاقة يوسف أشيش مترشح جبهة القوى المشتركة من باب الواد تحت شعار رؤية ليختار نفس الحي الشعبي وبالتحديد قاعة الأطلس لإلقاء آخر خطابه من أجل جزائر منتصرة شعار المترشح الحر عبد المجيد تبون والذي شهدت حملته مشاركة العديد من الأحزاب الداعمة له التي تنقلت للعديد من ولاية الوطن واختار المترشح تبون القاعة البيضاوية لتنشيط آخر تجمع شعبي له في حين اختار عبد العالي حساني مترشح حركة مجتمع السلم قاعة حرشة لإلقاء آخر خطابه بعد جولته عبر العديد من الولايات حامل شعاره فرصة مع الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية يسعى المترشحين لاستمالة المنتخبين عبر آخر خطابتهم لتقديم حوصلة شاملة عن حملتهم ودعوة المواطنين للتوجه بقوة لصناديق الاقتراع يوم السابع سبتمبر الجاري